ناقش مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت أمين عبدالله بعباد مع مشرف البرنامج السعودي لتمية وإعمار اليمن بحضر موت المهندس صادق باشر أحيل وبحضور مدير عام لمكتب الأشغال العامة والطرق بالساحل المهندس صالح فايز العمري أوجهها التدخلات برنامج الإعمار في قطاع التعليم وأشار بعباد لأهمية حرص قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة في تسويق مشاريع القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات للجهات المانحة والدائمة من أجل التغلب على الكثير من الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية ومعالجتها مؤكدا أن سلطة المحلية بالمحافظة تولي جل الاهتمام والرعاية لقطاع التعليم من جانبه أشار مشرف البرنامج السعودي إلى أهمية الاطلاع على الأولويات الاستثنائية من المشاريع التربوية التي تلبي احتياجات المجتمع في القطاع التربوي مشيدا باليهود التي تبذل من قبل قيادة المكتب لتوفير البيئة الملائمة والمناسبة للعملية التربوية والتعليمية والتي أسهمت في الاستقرار في ساحل حضر موت